زيارة اممية متوقعة لميليشيا الحوثي حيث جدد المبعوث الاممي مارتين غريث نيته زيارة صنعاء مرة اخرى واكدت مصادر مطلعة لوكالة الاناظول ان الخامسة من مايو المقبل سيكون موعدا لزيارة المبعوث الاممي وفق المصادر فان المبعوث الاممي يسعى لاقناع ميليشيا الحوثي بالافكار الرئيسية لخارطة طريق السلام التي اعلن الثلاثاء الماضي انه سيقدمها لمجلس الامن خلال شهرين وفيما يبدو فان الطريق الى خطة السلام التي ما زالت في حقيبة المبعوث الجديد تتعقد اكثر فاكثر فقد اجلت زيارته لصنعاء بعد اعتذار ميليشيا الحوثي عن استقباله بسبب انشغال قياداتها بتشريع قثمان صالح الصماد وتتزامن الجولة الثانية للمبعوث الدولي مع اطلاق ميليشيا الحوثي صواريخها على الاراضي السعودية حيث تم اطلاق عدة صواريخ الى اليوم واحد وهو ما عده عسكريون ردا انتقاميا لمقتل الصماد ورسالة ضمنية بعدم الرغبة في السلام واكد المتحدث باسم التحالف ترك المالكي اعتراض التحالف اربعة صواريخ كانت متجهة الى جازان السعودية تصعيد الحوثي قوبل برد عسكري مضاد من قبل الرياض وشهدت صنعاء غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مقرات امنية وعسكرية في ظل احاديث سعودية عن مقتل قيادات حوثية بارزة جولة ثانية للمبعوث الاممي الذي يزور حاليا الاردن والذي لم يفصح عن طبيعة المشاورات التي اجراها مع الرئيس هادي ومسؤولين سعوديين لكن الواضح وفق مراقبين ان التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي وتصعيد المضاد من قبل التحالف عقد من تحركات المبعوث الاممي